هلو نروح مع بعض إلى النادي الأهلي في الأهلي في تكليف أول من المدير الفني مارسيل كولر للقائم بأعمال مدير الكرة الكابتن سامي أمصان ونواردة كنت مع الكابتن خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق وبيقول لي هو في عهد كولر لا تنتظر مدير كرة وأي مدير كرة هيكون موجود في الأهلي مش هيبقى كولر مبسوط بيه لأنه هو ما بيحبش الوظيفة دي مش شايفة أن هي وظيفة مناسبة أو يحتاجها أي فريق جاي من أوروبا ما عندهمش فكرة مدير الكرة عشان كده مشي كابتن سيد عبدالحفيز في السنة الأولى لي ومشي الكابتن خالد بيبو في السنة التانية لي لي دي أصد كولر نفسه لكن الكابتن سامي أمصان مدرب عام وقائم بعمال مدير الكرة النهاردة كلفه بتكليف وهو ابحث لنا عن مباراة ودية مقبلة يوم الجمعة اللي جاية بشرط أن تكون المباراة متوسطة المستوى تتلعب هنا في مصر مع منافس مصري وتبقى أول ودية يبدأ بها الاستعدادات قبل المواجهات الرسمية مش هي ضعيفة أوي ومش قدام فريق كبير أوي فشوف لنا مباراة وقادي رحلة بيبدأها الكابتن سامي أمصان اللي تقدر تقول عليه ماكينة ماكينة بيعمل أي شيء بيقبل بأي وظيفة بأي مهام وبيقدمها بشكل مناسب جدا مدرب مساعد مدرب عام مدير فني مؤقت قائم بأعمال مدير كورة ودايما في صمت وفي هدوء وأعتقد أنه يستاهل جدا أنه ياخد حقه كما يأخذ آخرون حقوقهم على الأقل من الناحية الجماهيرية طيب عبر زوم بنتكلم عن موسم انتقالات وبنتكلم عن انتقالات هنا وهنا وهنا مش في صمت